أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة كل جمعة اللي بتيجيكم مني أنا محمد عوان قصة اليوم على اللاعب لو بعد خمسين سنة ضل في يوتيوب وفتحناه وشفنا موهبته ومهاراته حنقول هذا أفضل لاعب في التاريخ لكن الإعلام ظلمه نتكلم عن دينيرسون الجراح الأيسر البرازيلي اللي كان على وشك يلعب مع برشلونة لكن ذهب إلى ريال بيتس كأغرى لاعب في التاريخ مسيرته خيبت ظن كثير ناس شو التفاصيل وشو قصتها حنحكيها بعد ما تشتركوا بقناة سيلفي سبورت وبعد قليل دينيرسون ديقليبيرا ابن مدينة ساوباولو اللي لعب مع نادي فيردي سبورتس في بداياته كان عم بيلعب بمراكز دفاعية حتى تعامل مع مدرب اسمه خوسي باتيستا سانتوس اللي قاله لا انت أقرب لجناح ومن تحور لجناح بدأ في دوريات الناشئين تحت 11 سنة إلى 16 عشان استمر مع فيردي سبورتس المدرب سانتوس بيقول عنه انه حجم دينيرسون في البداية كان صغير كثير لمستوى انهم كانوا مضطرين دايما يجبروه حط القميص تبعه داخل الشورت ويخيطوا القميص وقال لو كان يطلع القميص متكامل حيفكرون الناس لابس فستان دينيرسون انتقل إلى ساوباولو بعد ذلك وعمره 17 سنة تمت مقارنته بالأسطورة البرازيلية غارنيتش يا أحد أهم أساطير الكرة البرازيلية وكثير ناس قالوا في موهبة رهيبة جدا متكامل جنع مهاري ممتاز ذكي عم بلعب مع ساوباولو لاعب كتبت إحدى الصحف عنه يوما ما اللاعب الذي يستطيع مراوغة 11 لاعب أربع سنوات مع ساوباولو حقق فيها نجاحات جيدة بطولة كورنبل وأيضا فعز ببطولة كأس البرازيل واتنوعت مطولاته وأرقامه كانت جيدة للغاية نجوميته العالمية بلشت تتكون لما بلش العم مع منتخب البرازيل لعب بمبراودية مع البرازيل ضد الكاميرون انتهت بفوز 2-0 عام 96 استدعاء المدرب زاقالو المدرب الشهير البرازيلي اللي كان عنده أيضا خيارات هجومية كثيرة مثل الظاهرة رونالدو ورو ماريو وبيبيتو عالمية دينيرسون تكونت فعلا في بطولة بدية عام 1997 كانت بطولة فرنسا التحضيرية لكأس العالم 98 منتخبات فرنسا إنجلترا إيطاليا البرازيل عم بيلعبوا بالنظام دوري مصغر طبعا هذه البطولة اللي شهدت هدف روبرتو كارلوس الخارق في مرمى فرنسا في هذه البطولة في كل مباراة نزل فيها دينيرسون أحرج اللي بيلعب ضده والظهير الأيمن اللي داعي عليه أمه فعلا بوقف مع دينيرسون الموقف واحد لواحد شفنا جناح لأول مرة الناس عم بتشوف زيه من زمان قوة قلبه مش طبيعية توازنه لما يحاولوا يضغطوه شي مش طبيعي وما بيخاف وبهجم على لاعب ولاعبينه ثلاثة ورايح في الدفاع وراجع لاعب خلق فوضه بأي دفاع دفاع الإيطالي بمتانته عانى وتم كشفه بشكل كبير جدا بسبب دينيرسون هناك الناس أدركت في موهبة رهيبة رهيبة في البرازيل بعد ذلك لعب دينيرسون الموليديال 98 ما قدم أفضل موليديال لكن قدم لمحات عن قدراته وجميع اعتبروا لاعب شاب ولسه بتطور ومما ساهم من رفع سقف التوقعات الكبيرة من دينيرسون كلاعب موهوب إعلان لنايكي عام 1998 تم وضعه مع لاعبين إما محققين إنجازات أو لاعبين مميزين للغاية فراحت الناس وقالت هذا زيهم لازم يعمل مثلهم تم انتقاد زاقاله كثير في موليديال 98 لعدم الاعتماد عليه كأساسي طوال البطولة ورأى الناس كثير أن دينيرسون كان أفضل للفريق من ببيته في تلك البطولة أندي كبير رسطة اسمها فيه لاتسيو مانشستر يونايتد ريال مدريد وأيضا برشلونة برشلونة يقال إنه وصل لاتفاق مع ساوباولو على شراء اللعب لكن صار معه مشكلة في الضرائب خلت النادي يتوقف عن هذه الصفقة ولأنه ساوباولو كان مضطري بيعول أنه بده فلوس من قيمة دينيرسون بأسرع وقت وكان وقته فيه بلش جنون الأسعار في الانتقالات كرة القلب وساوباولو أراد أن يستفيد منها هناك تدخل ميجيل لوبيز دي روبيرا وهو رئيس نادر ريال بيتس وقتها كان فيه عادي في إسبانيا دي بورتيفو عم بشتري لعيبه بغامر بده يجيب الدوري وفعلا جابه بيتس كان عنده نفس الطموح عم بيجيب لعبين ونجوم أكثر من فريق إسباني كان يغامر ووقتها كانت عادي أوروبية للعلم كثير فرق متوسطة كانت عم بتغامر وعم تنجنه بتشتري لعيب كبار ومعظمهم انتهت قصصهم بالإفلاس مثل ليتزو نايتين بارما وحدة دي بورتيفو عانى كثير وبيتس هبط في اللاحقة 21 مليون جنيه سترليني جعلت دينيلسون أغلى لاعب في التاريق وقتها وعقد مدته 10 سنوات براتب 2 مليون بالسنة وبيقول دينيلسون عن تلك اللحظة نمت وأنا موقع لبرشلونة وصحيت وأنا بلعب مع ريال بيتس وبيحكي عن نفسه بيقول لما شفت عقدي اللي جبيل يا ريال بيتس ما قدرت أرفضه لأنه أفضل بكثير من عرض برشلونة ونفس الشي ساوباولو كان عم بحاول يدفعني لهذا العرض لأنه عرض قياسي بهذه الصفقة أزاح دينيلسون رونالدو كأغلى لاعب في تاريخ كرتقادة من تلك اللحظة رونالدو كانت تقيم الانتقال للإنتر 19.5 مليون جناز ترليل انتقل إلى ريال بيتس 23 ألف مشجع بيطلعوا يستقبلوا البطن اللي جاي يجيب اللقب باعتقادهم لفريقهم أول مباراة له رسمية كانت ضد بورتيفو ألافس 90 دقيقة ما عمل شي ضد فريق صاعد حديثا هناك من أولها الإعلام كان عم بيستنى لاعب أغلى لاعب في التاريخ وناس بتكلم عنه دوس الأسطورة وبدأ الإعلام الإسباني لعبته الشهيرة اللاعب شو بيعمل وشو عمل حتى الآن البعض دافع عنه قالوا شاب صغير غير بلده برازيلي يجي على إسبانيا يستنوا شوي عليه لكن الناس استنت كثير لا يصنع ولا بيسجل ولا بترك بصمة في الموسم الأول بيقول دينيلسون في تلك الفترة الصعبة كنت عم بحاول أثبت أني الأفضل في العالم لكن في الحقيقة أنا ما كنت أفضل في العالم أنا كنت الأغلى في العالم وفي فرق بين المفهومين كان لازم أتعامل معاقلي بشكل أفضل انتظروا جماهير ريالبيتس على دينيلسون حتى فيبراير 1999 يعني في النصف الثاني من الموسم حتى سجل هدف الأول وخلال مسيرته هذه قضيع ركل الجزاء أم أم أتلتكم أدري كان بده يسجل فيه هدف في الجولة 18 من الدول الجميع بدأ يشعر أن دينيلسون ما بيعيش بحالة أريحية بالنسبة له وخلال الموسم الأول اتعامل دينيلسون مع ثلاث مدربين واحد اختلاف مع رئيس طرده وبالأخير جاء كليمنتي اللي كان مطالب ينقذ الفريق وهناك صعد أيضا لاعب اسمه خوايتين شاب موهوب تعرفوه جميعا الآن بس كان في بداية مسيرته مع ريالبيتس فكليمنتي كان عنده قرار وكلمة شهيرة أنا عارف أن دينيلسون بيقدر يعطينا كثير لكن الآن الأهم إنقاذ الفريق من الهبوط ومع الضغط ومع التوتر ومع كل شيء عم بيصير مع دينيلسون الجماهير بدأت تسفر ضده فرد في احدى التصريحات الشهيرة اللي ورطته مع الجماهير قال هاي الجماهير خانة العهد اللي بينها وبين الفريق العهد بين جماهير بيتس والنادي إنها تدعمه ما تبعد تضغط على اللاعبين بطريقة سلبية مجال فريق من الهبوط في الموسم الأول لكنه هبط في الموسم الثاني في هبوط تاريخي مع إشبيليا وأتلتكم مدري وهون أصبح دينيلسون خارج تماما كل الأمان بالنسبة لجماهير ريال بيتس صار النادي مضطر يتخلص من راتبو أعروا لفلامينغو وفي البرازيل دينيلسون ما لقي نفسه كثير وكأنه اللعب اللي راح ما رجع وبعد شوية فلامينغو بلش يشتكي من راتبو الكبير وعاده في يناير 2001 يعني بعد 6 شهور إلى ريال بيتس وهناك دينيلسون عمل الشيء الوحيد الجيد لريال بيتس ساعدهم أنهم يرجعوا يصاب وكثير ناس بيعتقدوا أنه دينيلسون كان له دور كبير في كأس العالم ربما 2002 نتيجة اللقطة الشهيرة اللي عملها أمام تركيا لما لحقوا الأربع لاعبين من المنتخب تركيا يأخذوا بأنه الكرة وما يقدروا لكن دينيلسون فعلا كان مجرد احتياطي في ذلك المنديان لكنه فاز فيه حمل اللقطة خلال فترة بريال بيتس كان إخوان دي راموس المدرب اللي بنعرفه كلنا كان المدرب الثامن لريال بيتس في ثلاث سنوان وفي تلك الفترة بوجود إخوان دي راموس ظهر تسريب يثبت أنه دينيلسون وعدة لاعبين كانوا عم بيسهروا أثناء الموسم اللي رجعوا فيه لدرجة الممتازة والجمهور غضب وحاول يضغط وحاول يهدد دينيلسون وكان في إله مشادة مباشرة مع الجمهير قال لهم المسوني لما كانوا يحاولوا يضايقوه وسائل وحتشوفوني في المحكمة رغم أنه ريال بيتس بدأ يستعيد توازنه ويعود للاستقرار ويحتل مراكز متوسطة وينافس عبطولة الكأس دينيلسون كان موجود على الهامش ما كان موجود كلاعب أساسي بالفريق والناس نسيتوا فعلا حتى موسم 2004-2005 186 مباراة 7 سنوات 13 هدف فقط شو اللي صار مع دينيلسون اللاعب فيه تصريحات شهيرة معي ESPN بيقول فيها السعر اللي انتقلت فيه خلق عدو لإلي مش بس ضغط عدو لإلي من برة أنا ما كنت متوقع بيقول كثير حكام كانوا يتباهوا إنهم ما بيحسبوا فولات لإلي عشان يروحوا يقولوا ما حسبنا فول لأغلى اللاعب في العالم منفس الوقت بيقول الناس في ريال بيتس فهمت غلط قدومي كانوا مفاكرين ليكون تأثيري زي تأثير ماردونا اللي جاء أجيب الدوري وجاء أجيب هداف الدوري وهذا الشي كان مش وظيفتي أولا أسجل أهداف كثير وثانيا الفريق كان يفتخر للأدوات الحلم جد إنه يجيب فيها دوري وينافس فرق قوية في إسبانيا طبعا دينيلسون زي ما بنعرف راع على موردو الفرنسي ثم راع على النصر السعودي ثم لعب مع دلس الأمريكي وللعلم هو ما اعتزلش إلو زمان يعني ربما عشر سنوات لكن كثير ناس ما عرفوا لحظة اعتزاله وربما هذا السبب إنه دينيلسون قال أصعب لحظة علي هي لحظة اعتزالي باختصار ربما مشكلته الأساسية راح على فريق كان عم يحلم كثير أكبر من حجمه وكان ناوي يرمي هذا الحلم كله عادي نيلسون تغيير مدربين كثير في فترة قصيرة ملعت إنه أي واحد فيهم يحاول يلقاله التوظيف المناسب عشان يطلع أفضل شيء من مهارته لازمك كفريق بطل تفرج معك الأفراد وفي سطر جميل جدا في مجلة وورد سيكون بيقولوا فيه مشكلة دينيلسون إنه ضيع مسيرته هو بحاول يقنع الناس إنه الشخص اللي هم بتوقعوه مش الشخص اللي هو فعلا على حقيقته كلعب وهذا بشير لفكرة إنه الناس كانت توقع منه إنه هو اللعب الحاسب الهدف اللي حيجيب الدوريات لكن مش هذا دينيلسون دينيلسون لعب مهاري على الجناح ممكن يصنع فرص ممكن يعمل شيء بس محتاج آخرين معاه مسيرة لعب كرة قدم ما بتستهل ينعمل عنها حلقة الجمعة لكن مهارته موهبته والتوقعات اللي كانت منه بالفترة اللي عشناها بتخلي الناس تفهم ليش بيستهل هذا الحلقة والعلم هو الرجل فاهم هذا الكلام بيقول مسيرتي أنا يعني لم أطلع عليها مش كثير واو يعني مش كثير مميز صح جبت كأس العالم وجبت أكمل لقم بس مش كثير مميز لكن كل ما أنزل على الشارع الناس بعرفني الناس تذكرني وهذا فخر وهذا شرف لي دي نرسل العلم ربما من أشهر لعبين كرة القدم أو أشهرهم من اللي ما أعطوا شيء في الملعب في بعد توقعاتنا منهم موهبة موجودة توقعات كبيرة حطمته سهر وعدم التزام معروف كلاعب برازيلي بتلك الفترة أيضا آذته لكنه بالنهاية سجل اسمه كأغلعب في التاريخ سجل اسمه كواحد من أطول العقود في تاريخ كرة القدم عشر سنين عقد واحد وسجل اسمه كفأس في كأس العالم رغم منه فعلا عطاءه أقل ولو تشوف الفيديوهات على اليوتيوب أكيد حقول هذا موهبة هذا لو يجه الآن في زمن السوشيال ميديا كانت الريتويت رايح الجاي على لقطاته ومهاراته بس حسمه وإيذاءه للخصن كان دايما غايد دي نرسل فكرة لعب موهبة ما انسقلت ما توظفت ما لقيت شخص يتبناها ويقول له لازم تعمل هيك وهذه كثير مواهب ضعات في كرة القدم ونصروا نهاية حلقة قصة الجمعة مني أنا محمد عواد وبذكركم تشتركوا بقناة سيربي سبورت على اليوتيوب والسلام عليكم